تبرز في الآونة الأخيرة صولات وجولات للأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد والتي نتج عن آخرها اعتقال أكثر من مئة متهم بجرائم جنائية شملت المخدرات والنزاعات العشائرية وحيازة الأسلحة وسبق تلك العملية ما أعلنت عنه وزارة الداخلية توقيف أكثر من ستمائة شخص خلال مدهامة واسعة أطلق عليها اسم عملية البتويين عملية قالت الداخلية إنها الأولى من نوعها منذ عقود سيما بعد حديث عن أن البتويين باتت واكرا للجريمة المنظمة والتي كشفت العملية الأمنية عن القبض على شبكات دعارة ومخدرات وجريمة منظمة فيها وعصابات إتجار بالبشر ومعامل غش صناعي ومكاتب نقل بضائع غير مجازة وشبكات تهريب العملية التي أنجزت في بغداد وبمناطق مختلفة في الساعات الأخيرة تأتي تباعا لما أعلنت الشرطة الاتحادية عنه قبل أيام قليلة بحصيلة عمليات أمنية في خمس مناطق ببغداد الكرخ أسفرت عن إلقاء القبض على نحو خمسين مخالفا لا يحملون مستمسكات رسمية ونحو سبعين مخالفا لشروط الإقامة ومتعاطي مخدرات وسلاح منفلت والتي تبين أن من بين المتهمين أجانب منهم سودانيون ومن بنجلادش وجنسيات أخرى وهو ما يؤكد خبراء وجود مؤشر خطير لانتشار جرائم الابتزاز والمخدرات والاتجار بالبشر وهو ما يعطي العمليات الأمنية ضرورة وأهمية لمواجهة ذلك الانتشار سيما أنه في العاصمة بغداد يوجه نشطون عديدا من الشكاوى عبر منصات التواصل لوجود عديد من أشكال الجريمة المنظمة تنفذها عصابات وخارجون عن القانون اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر